Hello kids, how are you today? I'm Miss Nadia, I'm a teacher of English at the Federal Primary School for Boys. Today we will have a new lesson. Our lesson is lesson 3, unit 5, page 42. أعزائي تلاميذ الأول الابتدائي مرحبا بكم. درسنا اليوم هو الدرس الثالث في الفصل الخامس في صفحة 42. Okay, who you can see here in this picture? من تستطيعون أن ترون في هذه الصورة؟ روبي and animals روبي والحيوانات funny robot روبي his name الآلي المضحك والذي اسمه روبي طبعاً one one funny robot روبي his name two little tigers playing a game ونميران صغيران يلعبان three long fish red green and blue طبعاً ثلاثة سمكات طويلات حمراء وخضراء وزرقاء كلمة fish أريدكم تلاحظون ما تنجمع Okay مفرد fish جمع fish four big elephants four big elephants looking at you أربع فيلة كبيرة ينظرون إليك طبعاً في هذا الدرس نتكلم عن الصفات شنو هي الصفات؟ يعني الأشياء التي الكلمات التي توصف الأشياء مثل big كلمة big معناها كبير عكسها كلمة little صغير كلمة long معناها طويل وعكسها كلمة short قصير كلمة funny funny معناها مضحك أو مرح أوكي فالباقي هنا عدنا two funny monkeys two funny monkeys يعني قردان اثنان مضحكان six little ants ست نملات صغيرات one big camel جمل أو جمل واحد كبير one long snake وأفعى واحدة طويلة أوكي في هذا الدرس بالنسبة لكتاب الطالب خلصنا أما كتاب النشاط فرح يكون بي trace and copy هذه الكلمات رح نطوخها ونعيد كتابتها بعد أن نتجها طبعا نعرف الأصوات أن كل كلمة ثلاثة حروف الإي لصوات آ والجي لصوات ق إيق إيق نفس هذه الكلمة الكلمة الأخرى اللي هي كلمة فش كم حرف؟ أيضا أربعة حروف هنا ثلاث حروف هنا أربعة حروف ف إي والأس والأت من يجون سوا ينطوني صوت ش فصير فش ف إي ش فش أما طبعا بعد ما نكتبهم ونخلص نذهب إلى التمرين الثاني odd one out استخرج الغريب طبعا الكلمات التي تبدأ بحرف س هي ليست غريبة أما الكلمة التي لا تبدأ بحرف س هي غريبة عدنا كامل كات كيك هذه فان نحوطها ب اللي صوتها ب بس بايك بول بيزا نحوطها هي الغريبة الأس اللي صوتها س سنيك سويت سن زبرة هي الغريبة ب اللي صوتها ب بين پنجون پنسل كيس رولر هي الغريبة في هذا الدرس رح ناخذ قصة at the zoo روبي روبي بيز okay after that they go to see the lion they feel scared ذهبوا لرؤية الأسد لكنهم كانوا خائفين عند رؤيته after that they go back home وبعد رؤية الأسد ذهبوا إلى البيت in the red باص في الباص الأحمر okay وهكذا عزائي تلاميذ الأول الابتدائي ينتهي درسنا بهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر